بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ تسجيل محاضرة جديدة من مادة الدوائر كهربائية 2 Electric Circuits 2 ونحن في الفصل الثاني عشر والذي بعنوان Introduction to the Leblast Transform مقدمة إلى تحويل Leblast آخر شيء أخذناه وصلنا إلىه اللي هو ال Operational Transforms احنا أخذنا أنه في نعمل لترانسفورمز في عنا Functional Transforms وفي عنا Operational Transforms ال Functional يعني للاسترجاع يعني في عنا مجموعة من functions الشهيرة أو المستخدمة باستمرار وفي إلهاء اللي هو ال Transform ال Function F of T والترانسفورم اللي هو بكون F of S طبعاً بتكون F نعطيها الرمز كابيتال أخذنا مثلنا U of T اللي ترانسفورم اللي هو 1 على S التى 1 على S تربية ال E to the minus A T واحدة لأسر plus A and and so on يعني إلى آخر ال Function الموجودة عندي هنا في الجنول طيب ال Operational Transform إيش بتختلف عن ال Functional Transform ال Operational يعني أنا في عندي عمليات وبدأ شوف شو اللي ترانسفورم اللي ممكن تعبر عن هاي العملية مثلاً نبدأ Multiplication by Acunistan لو أنا عند ال Function في Time Domain F of T وضربتها في Time Domain في Constance قيمته K الإكوفلانت ل K F of T الإكوفلانت ترانسفورم اللي بلاس ترانسفورم حتكون فقط إنه حضرب ال F of S في K زي ما احنا شايفين هين ضربت ال F of S في K يعني معناته ببساطة شديدة إذا أنت بتعرف F of T وبتعرف F of S لنفرض إنك بدك توجد اللي بلاس ترانسفورم لل Function مضروبة في K كل ما عاديك إنه تضرب F of S في K وطبعاً الإش هذا مبرر ومنطقي لأنه اللي بلاس ترانسفورم اللي بلاس ترانسفورم هي عبارة عن عملية تكامل إنتيجريشن وإحنا بنعرف إنه التكامل يعني لو عندك مضروب في كونستانت معين ما في أي مشكلة بتطلع لكونستانت خرج التكامل وبهيك بظل في التكامل هو نفسه طيب لو كان عندي عملية additional functions لنفرض إنها في عندي F1 واللبلاس إلها F1 of S وفي عندي F2 واللبلاس إلها F2 of S طبعاً F1 small والF2 function of T والF1 capital والF2 capital function of S وعندي F3 F3 of T مثلاً واللبلاس إلها F3 of S وبتأوجد مثلاً البلاس لF1 plus F1 of T plus F2 of T minus F3 of T ببساطة شديدة هي تساوي F1 of S plus F2 of S minus F3 of S يعني معناته إنه العملية خطية linear وهو طبعاً التكامل أيضاً linear التكامل يعني لأثبات إنه الـ operation بتكون linear انت بتكلمت بتشغلتين إنه multiplication by constant وإنه addition فالد وهينا طبعاً في الـ integration عملية خطية فبالتالي البلاس لـ two functions مثلاً مجموحه مجموعات مع بعض في الـ time domain هو عبارة عن مجموع البلاس transform لكل واحد على حدة في الـ frequency domain طيب الـ differentiation الـ differentiation أو الاشتقاق أنا دائماً بفترض إنه في عنده F of T وإلها البلاس قيمة F of S فأنا بدي أشوف زي هيك بدي أشوف شو قيمة البلاس لمشتقة F of T F prime of T لو عملنا التكامل واستخدمنا التكامل اللي عندي هنا اللي هو عبارة عن ممكن أحله عن طريق التكامل باي بارتس بالأجزاء يعني الإثبات موجود الخلاصة إنه حيطلع عندي قيمة البلاس للمشتقة بتها تساوي F of S minus F of zero minus F of T طبعاً هذه قيمة الفنكشن في time domain عنده zero minus يعني ببساطة شديدة إذا أنت بدك توجد البلاس للمشتقة ما عليك إلا غير تضرب البلاس للفنكشن في S وتطرح منها قيمة الفنكشن في time domain عنده zero minus طيب لو بدي أوجد للمشتقة أنت المشتقة الثانية المشتقة الرابعة الفورم تبعتها يعني مش صعب إثباتها هتطلع بالشكل التالي هتضرب أول term S to the power n في F of S بعدين تصير S to the minus S to the power n minus 1 F of zero minus F of zero minus اللي هي قيمة الفنكشن في time domain وتكرر terms إلى أن تصل إلى آخر term اللي هو هيكون قيمة المشتقة ال n minus 1 في عند الصفر عند zero minus هاي طبعا ممكن الواحد مثلا يقول كيف بدي أطبيقها بدي أقول مثلا لو كانت المشتقة الثانية هتصير S تربية ف F of S minus S قيمة الآن في الحالها طبعا 2 هتصير 2 minus 1 فهتطلع S F of zero minus في time domain وآخر term هيصبح عندي قيمة المشتقة اللي هتصير dn minus 1 اللي هي المشتقة الأولى لأنها تساوي 2 آخر term هيو قيمة المشتقة الأولى عند zero minus هيك احنا وجدنا مثلا قيمة اللي بلاس للمشتقة الثانية F of T طبعا ممكن توجد للمشتقة الثالثة وهلما جره تكامل لو أنا بدي أوجد اللي بلاس لتكامل F of X F of T طبعا صارت F of X من zero إلى T dx هيطلع قيمتها أيضا احنا بنحلها ممكن نحلها على integration by parts أيضا هيطلع في النهاية الإثبات نوعا ما مش معقد لكن اللي بعينين الجواب النهائي إنه قيمة اللبلاس لتكامل الفنكشن بدي يساوي لبلاس F of T اللي هو بدي يساوي F of X وبقسم على X إذا التكامل أشبه بأنه قسمت على X فقط The evaluation at the upper limit is zero because we are assuming that F of T has transform هاي لإثبات قيمة التكامل translation in the time domain لو أنا في عنده F of T و بدي أوجد لبلاس F of T minus A طبعا إحنا هيا ضربنا F of T T minus A لأنه أنا بدي الفنكشن هيصير لها عملية shift فبضرب في U of T minus A عشان أضمن إنه الفنكشن قبل بتكون صفر قبل T تساوي A بدنا أعمل عملية تكامل حسب تعريف اللبلاس اللبلاس واللي حيطلع في النهاية قيمة اللبلاس لما الفنكشن عملها shift في time domain أو translation في time domain تصبح كأنه equivalent طبعا عملت لها shift في مقدار A مقدار A تصبح العملية equivalent إلها إنه أنا ضربت في F of S إلها في E to the minus AS يعني إذا F of T اللبلاس لها F of S اللبلاس ل F of T minus A بدي ساوي E to the minus AS مضروبة في F of S Translation in the frequency domain لو أنا عندي اللبلاس قيمة F of S plus A قيمة الفنكشن في time domain كأنه أنا ضربت في E to the minus AT ونثبت يعني أنا عندي مثلا فنكشن F of T اللبلاس إلها F of S ضربت الفنكشن في E to the minus AT في time domain أصبحت قيمة اللبلاس تساوي F of S plus A ويمكن يعني في عندي مثال هنا بسيط على كيف أطبق هاي البروبراتي هاي الخاصية هاي الخاصية لو أنا عندي الفنكشن في time domain كوساين أوميغا تي اللبلاس إلها طبعا هيكون S على S plus omega تربية لو أنا طلب منك وجد لي اللبلاس E to the minus AT كوساين أوميغا تي كل ما عليك هو أن تستبدل S بS plus A يعني كانت هنا في الباست S حاستبدلها بS plus A كانت في المقام هنا S تربية حاستبدلها بS plus A لكل تربية الأوميغا تبقى كما هي وهاي لو رحنا على الجدول اللي شفناها قبل قليل هاي كان اسمها Damped Cosine Function Damped Cosine هايها وهايها فعلا صحيح القيمة اللبلاس إلها هاي لو أنا عندي F of T إلها اللبلاس قيمة F of S بقول لك وجد لي اللبلاس F of AT يعني استبدلت T بAT بتقول لي عطول إيش بدي أسوي في الF of S بدي أقسم واحد على A واستبدل S بS على A يعني مثلا نخد مثال كيف نطبق هالخاصية هالي طبعا قيمة الAT تساوي أكبر من صفر عندي اللبلاس لكوسين T في الحال هادي قيمة الأوميجا واحد هيكون اللبلاس إلها S على S تربيع بلاس واحد أنا بقول لك وجد لي كوسين الأوميجا T في الحال هادي الأوميجا هي اللبلاس إلها هتستبدل الF of S بواحد على أوميجا هاي واحد على أوميجا برا تمام وتستبدل الأس بتصير أس على أوميجا يبني كانت في البسط أس هتصبح أس على أوميجا في المقام في أس تربيع تصير أس على أوميجا لكل تربية وبسطها بتطلق متها أس على أس تربية زائد أوميجا تربية كيف أنا بدي أستخدم اللبلاس ترانسفورم لحل دائرة معينة خلينا شوف المثال التالي عندي الدائرة اللي احنا شايفينها في الشكل وفي عنده سويتش كان مغلق وقمت بفتحه عن T تساوي الصفر يعني معناته أنه الانيشال كونديشنز كانت صفر على البرزيستور والإندكتور والكباسيتور وشغلت السورس من T تساوي صفر اللي هو قيمته current source قيمته IDC أنا بقدر هنا أطبق ال KCL حيث أنه التيار اللي داخل بدي توزع معناته أنه IDC بدي ساوي ال V على R اللي هو I1 خلينا نسميه في المقاومة و في ال الاندكتور بدي ساوي واحد على L تكامل من zero إلى T V D Tau أو V dx اللي اختارة اللي بدك ما فيه أي مشكلة التيار اللي حيمر في الكباسيتور هيكون قيمته إذا كانت V فرق الجهد هيكون قيمته cd v of t by dt وهيك هاي اسمها integral differential equation integral differential equation لكي احل المسألة انا بدي اوجد مثلا v of t لكي احل المسألة باخد اللابلاس للطرفين اللابلاس لv of t على r بدي يساوي v of s على r والابلاس لعملية التكامل هو تقسيم قيمة الفنكشن على s اذا كان v of t هتصير v of s على s والواحد على قد بيظلوا بأثرش ما احنا اتفقنا انه والتيبلكيشن ما يكون استنطلعوا بالنسبة للاشتقاق احنا حكينا انه البلاس للمشتقة تضرب قيمة الفنكشن اللي هي f of s في s وبتطرح منها قيمة الفنكشن في time domain عند 0- يبقى هيك اعملت اللابلاس لعملية الاشتقاق والc كونستانت بظل مضروب بالc ما في اي مشكلة ونفس الشيء عطرف التاني ما بنعرف انه الكلستانت idc فاللبلاس لليو of t بنتساوي واحد على s الان هجمع هجمع التيربز اللي عندي هنا الواحد على r زائد واحد على s ال زائد واحد على s وابسط نوعا ما فبتطلع قيمة الفي of s بدتساوي idc على c على s تربية زائد واحد على r c في s زائد واحد على l c هيك انا اوجدت قيمة الفي of s بس لسه ما خلصتش الحال لكي اجد الحال بعمل inverse لبلاس transform ايش بسوي باخد الانفرس للفي of s عشان طلع قيمة الفي of t خيب يبقى هنا احنا هنحاول نتعلم كيف نوجد الانفرس transform الرشنال function of s the function that can be expressed in the form of a ratio of two polynomials in s such that no non-integral powers of s appears الرشنال function اللي عندي مثلا بصيغة n of s اللي هو النميراتر البست والمقام اللي هو d of s و قيمة الانفرس عبارة عن polynomial كثيرة الحدود أو متعدد الحدود والd of s عبارة عن كثيرة حدود وبتكون لهم الpower للبست and أعلى واحدة اللي هو أول تيرم وللمقام m قيمة الpower لأعلى حد في يعني مثلا ممكن تكون s تربية في البست plus s plus واحد مثلا يبقى قيمة n تساوي 2 في المقام مثلا ممكن يكون s تكعيب منص 2 أستربية منص s مثلا منص 1 يكون قيمة m تساوي 3 3 الpower function لما m أكبر من n يعني قيمة m أعلى من n يعني حد المقام أعلى من حد البست بتكون بتكون أما لو كانت غير هيك بتكون improper لما تكون m أقل أو تساوي n بتكون improper يعني لما يكون البست أعلى من المقام أو يساوي partial fraction expansion هذا موضوع يعني يستحضم في عدة تطبيقات أنا بدي أوزع قيمة original function عندي بتعملها expansion appropriate functional function is expanded into a sum of partial fractions يعني مجموعة من الكسور مجموعة مع بعضها by writing a terms or a series of terms for each root of ds يعني لو عندي مثلا الترم التالي هاي proportion function ليش لأنه حد البست يساوي واحد أعلى حد فيه اللي هو s زاد 6 بينما حد المقام بيساوي s تربية في s في s بيطلع 4 إذن البربر تمام ما في أي مشكلة شو بنسو عشان نحلها كالتالي كالتالي حيكون عندي حد بيمت كي واحد على s لأنه الاس هي عبارة عن جذر من جذور المقام وحي وحيكون من جذر هاي قيم معاملات أنا لازم أوجدها لكي أبسط أو لكي أعمل expansion ل proportional function أنا في عندي هنا four roots أربع جذور من ضمنهم two distinct at s zero and s minus 3 and multiple roots يعني مكرر مرتين عند s تساوي سالب واحد الroot صبعا هي القيمة لأس اللي بتخلي المقام يساوي صفر إذن لما أوصل الصيغة هاي كيف بدأ أوجد الانفرس ببساطة شديدة الانفرس لها هي الانفرس للطرف اللي على شمال فالانفرس للطرف اللي على شمال بدي يساوي الآن كل واحد على أحد النتيجة إنهم مجموعين الواحد على s إحنا بنعرف أنه تساوي يوقف تين للإنفرس إلها والواحد على s plus ثلاثة هو عبارة عن e minus ثلاثة والواحد على s plus واحد لكل تربية هي عبارة عن t e minus t والواحد على s plus 1 e minus t وطبعا بطرف k 1 k k2 k3 k4 لأنه بنعرف أنه multiplication by constant ممكن تطلع في الخارج تمام خارج عملية التحويل وبالتالي يصبح inverse بالشكل التالي اللي عندي طيب يبقى هيك إحنا هاي التقنية اللي إحنا بنستخدمها إنه بوزع كل root على حدة وهيك تقريبا يعني straight forward كانت العملية لو كان عندي في مجموعة من roots اللي مش مكررة distinct real roots of d of s أنا عندي هنا مثلا f of s في المقام في عندي 3 roots في عندي s والs plus 8 وال s plus 6 كل ما علي أقول إنه أول term k1 على s ثاني term k2 على s plus 8 ثاني term k3 على s plus 6 الآن دوري أوجد k1 و k2 و k3 طب شو الطريقة الطريقة بتقول لك إنه التerm اللي بدك توجده أو المعامل اللي هو k1 نبدأ فيه بضرب الطرفين في s طرف اليسار بضربه في s والطرف اليمين بضربه في s طب لماذا ضربت في s s هي قيمة root اللي عندي هنا ل k1 فلما أضرب في s حيروح ال s مع ال s فهيتبقى k1 على اليمين خلينا نبدأ و هيصير k2 في s على s plus 8 و هيصير k3 في s على s plus 6 هذا على اليمين بينما على اليسار اللي حسوي إنه حضرب في s و حيروح ال s مع ال s و حيتبقى في المقام s plus 8 في s plus 6 هل خلصت لا لسه ما خلصتش أنا بدي خلي terms اللي على اليمين هنا هذا term يصفر يصير صفر وهذا term يصير صفر يبقى معود عن قيمة s يساوي الصفر لو عود عن قيمة s يساوي الصفر الت term اللي عندي هنا يصبح صفر وال term اللي عندي هنا بيصبح صفر يبقى هنا بعود عن s بتساوي صفر فيصبح 96 في 5 في 12 96 خمسة في 12 هذا في الباست لأن عوض عن اس تصاوي صفر وفي المقام 8 ضرب 6 الآن هاي ممكن امبسطها أنا عندي 6 هنا 96 على 6 يصبح 16 وال 8 هنا عندي اللي هي 4 في 2 تمام هاي بيصير 3 وهنا 2 بروح فبضل هنا 8 فبتصبح 8 في 3 في 5 8 في 5 ب 40 3 120 كيف صحيح k1 ساوي 120 حلناها بنفس الطريقة بنوجد k2 و k3 طبعا عشان اوجد k2 شو بسوي بضرب الطرفين في s plus 8 طيب الآن بتصبح k2 وبيصبح عندي k1 في s plus 8 و k3 في s plus 8 فأنا بعود عن قيمة s تساوي السلب 8 و بطلع قيمة k2 في الحالة هادي هتطلع قيمتها 72 و k3 اللي هي معامل 1 plus 6 بتطلع قيمتها 48 40 اذا انا هيك اعملت partial fraction expansion طيب الاخر خطوة انه انا بدي اوجد inverse ل blast transform انا بعرف انه inverse 1 1 s ساوي u t فبتصير 120 u t وبالنسبة للواحد على s plus 6 اللي بلاس إلها اللي هو عبارة عن e to the minus 6 t ومضرف 48 constant وبالنسبة للأس plus 8 قيمة اللي بلاس إلها e to the minus 8 t وبضرف سادي 72 وهيك احنا اوجدنا inverse ل term اللي عندي هنا طبعا لو كان الروتس عندي هنا complex number يعني كانت مثلا s تربيع plus 6 s plus 25 هاي الحل تباح اللي هو عبارة عن s زائد 3 minus j 4 و s زائد 3 plus j 4 وبتعامل طبعا هنا مع اللي هو 3 minus j 4 و 3 plus j 4 كأنهم constant عادي ما فيها اي مشكلة هو صح complex number ولكن constant وبالتالي الانبرس حيكون إلو في الحالة هادي مثلا هنا الانبرس واحد على s plus 3 minus j 4 و نفس الشيء للرقم الثاني طبعا بوجد k1 و k2 و k3 بنفس الطريقة اللي هي the distinct real roots of d of s بتعامل محهم كأرقام عادية بدون اي مشكلة يعني مثلا هنا بدي أوجد k1 حطر أضرب في اللي هو s plus 6 و عون عن قيمة s تساوي سالب 6 ف two terms اللي هنا بروحه ويتبقى مثلا عندي k1 على اليسار بدي أضرب في s plus 6 ف بروح مع s plus 6 و عون عن قيمة s بسالب 6 يصبح في البست سالب 6 زائد 3 سالب 3 مضرب 100 في المقام لو حسب سالب 6 36 هو الأستربية زائد 6 في سالب 6 يبقى صفر صار مع بعض فيتبقى 25 في المقام إذا تطلع سالب 12 والk2 والk3 بنفس الطريقة بنوجدهم إذن هيك أنا أوجدت k2 طلع قيمته بنفس ساوي 6 minus j 8 لاحظ لما يكون عندك في الحال هذه السليوشن للروتس لأستربية زائد 6 زائد 25 لما كان السليوشن لها complex number أيضا هيكون عندk2 والk3 تكون جاعة لبعض لاحظ كانها s كانت القيمة لk2 تساوي 6 minus j 8 إذن k3 تساوي لconjugate لها 6 plus j 8 وهيك بتقدر تعود وتوجد قيمة ال-inverse اللي حيطلع بالشكل التالي اللي عندي هنا طبعا بقول لك إنه في خاصية إذا كان في عندك conjugate roots على سبيل المثال مثلا k على s plus alpha minus j beta plus k conjugate على s plus alpha plus j beta theta في الحالة في الحالة قيمة inverse بدأ تساوي لمجموحهم بدأ تساوي 2 في magnitude k e to the minus 8 t cosine beta t plus theta وعسابي المثال لو طبقت للفنكشن اللي عندي هنا هيصبح قمتها اللي هي أيضا حلناها قبل قليل ممكن هاي طبعا هاي حل وبالتالي حتتوسط تصبح من الطريقة التالية لو كان عند ربيع تدروت مثلا s plus 5 الكل تكعيم لازم أعمل s plus 5 الكل تربية الكل التكعيم وأعمل partial fraction expansion وأوجد قيمة المعاملات k1 k2 k3 k4 وواصل للحال طبعا من أي مشاكل إلى أن أصل إلى قيمة partial fraction expansion بالشكل التالي بقدر أحول ها الآن استخدام أستخدام inverse لبلاس transform وأطلع قيمة function بالشكل التالي لو كان عندي complex roots بنفس الطريقة أيضا لو كان عندي improper functional function أنا هقسم البست على المقام قسمة مطولة إلى أن يصبح البست أقل من المقام على سبيل المثال بالشكل التالي وبعدين بوجد inverse لبلاس transform الفنكشن اللي طلعت عندي وطلع بالشكل التالي هيك بنكون خلصنا للشابتر بشكل موجز إن شاء الله يكون يعني مقدمة للفصل التالي إنه فصل 13 تكون عافية